السلام ونعمة المسيح احبائي مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة وايضا برحب بمشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة الحياة بشكركم على المتابعة وتعليقاتكم جميعا وبصلي ان تكون حلقة النهاردة نور يستخدموا الرب في حياتكم جميعا في حلقة النهاردة هيكون معايا ضيف حقدمه لكم بعد شوية حاجة بسيطة حنقش سوا موضوع هام بتوصلني فيه تساؤلات كتيرة جدا بعض التساؤلات دي بتبقى أسئلة جادة في ناس فعلا أنا عايزة تعرف موضوع السؤال اللي بيسأله فيه هو تكريم المرأة فيه ناس عايزة تعرف بجد هل المرأة مكرمة في الإسلام هل المرأة مكرمة في المسيحية ايه الموضوع ده وبعد الأسئلة بتبقى أسئلة تهكمية زي أو أسئلة غاضبة لأننا لما بنحط حاجة عن موضوع تكريم المرأة أو عدم تكريم المرأة في الإسلام المسلمين بيغضبوا فيروحوا متهكمين علينا يقولوا لك الكتاب المقدس وفيه كذا وانتو فين أدلة تكريم المرأة في الكتاب المقدس وكده هو يعني موضوع مكانة المرأة وتكريمها ده موضوع طرحناه كتير وحاستمر أطرحه لأنه في نواحي كتيرة جدا بتظهر ولازم نتكلم فيها بالتفصيل وأنه يعني الهدف من ده أن أنت تشوفي مكانتك في عين الله ده هدفي وهدف الكتاب المقدس أنك تعرفي مكانتك عند الله هنترحه النهاردة من يعني عدة نواحي عنوان حلقته النهاردة بقى هو سؤال من كرم المرأة خلينا نشوف السلايد السؤال بيقول من كرم المرأة هنناقش مع بعض تلات نقطة المرأة النهاردة بين المسيحية والإسلام دي أول نقطة والنقطة التانية هتبقى أسئلة حول المرأة في الكتاب المقدس والنقطة الأخيرة اللي هنقف عندها مع بعض هي هل الله يعني إزاي الله بيرد كل مسلوبة من كل إمرأة عاشت عبر هذه العصور الماضية إزاي ربنا بيعمل التعويضات وإزاي ربنا في كل عصر كان بيوري نفسه إله محب قادر إنه يرد كل مسلوب بصورة شخصية وبصفة شخصية على مر العصور بنلاقي إنه كان فيه تمييز ضد المرأة وتهميش لدورها في حضرات مختلفة وفيه ثقافات مختلفة لكن النهاردة في العصر الحديث بنشوف إنه المجتمعات اللي بتقمع أو بتقق المرأة بشكل واضح هي المجتمعات الإسلامية بالذات لأن القوانين والقواعد الدينية الإسلامية بتحدد دور ومكانة المرأة بشكل محدد وقواعد معينة يعني خليني يققف بس هنا في الحتة دي وأديكم مثل بسيط إحنا الأسبوع اللي فات أو من أسبوعين عملنا الحلقة اللي هي الشريط الأبيض اللي بنتكلم فيها عن بنات دور الرعاية وأحوالهم بنات دور الرعاية وأحوالهم يعني كلها مرتبطة بالقواعد الإسلامية من ناحية الوصاية ومن ناحية مكانة المرأة ومن ناحية نظرة المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي للمرأة واضح جدا في حالهم إنه يعني المسيطر على هذا الأمر هو الدين علشان كده عشان نلجأ لحد يساعدهم يعني مشوفوا الهاشتاج والصفحة بتاعة الشريط الأبيض هتلاقوا فيها رسائل كتيرة جدا للمفتي والسلطات الدينية لأنه هم اللي في إيديهم الحل في الموضوع لأنه هم اللي وضعوا هذه القواعد حسب قواعد الدين الدين متدخل في القانون في كل حاجة لكن أخيرا زهرت علينا واحدة بتحاول إنها تتكلم يعني تقول إنه هيكون في تفعيل لتغييرات كتيرة في حياة المرأة وتفعيل لدورها في المجتمع حسب القواعد اللي لا تخالف الشرع والدين ده دي الوحدها كارثة اللي اتنين يعني لا يتقبلوا لا يلتقوا في أي مكان فالقواعد اللي بتحدد شكل حياة المرأة في الإسلام بتقيد في المجتمعات الحديثة الآن شكلها في الملابس والتحركات والاختلاط والعمل والمسئوليات وحكم على إمكانياتها تقدر تعمل دا ولا ما تقدرش ناقصة هي عندها عواطف زايدة مشاعر مش عارف إيه كل ده مأخوز من منظور إله الإسلام للمرأة فتتقلص قيمة المرأة ودورها في المجتمع وتبقى تنحصر في كونها جسد للاستخدام رحم للإنجاب أو مصدر للعار ومشكلة كبيرة يعني تحدد فيها حياة المرأة ممكن حد يقول لي أمال يعني لو ما كريتش إلا هتخلف مين اللي حيخلف إيه هو دورها لو ما كانش كده هقولك إن الكتاب المقدس قال كده في الأول الرب كان بيتكلم معه آدم وحوى وقال لهم كده هما اللي اتنين أثمروا وأكثروا اللي اتنين الوصية كانت للتنين المسئولية للتنين بناء الحياة كان للتنين ده بداية وجود الإنسان مع الله وده كلمات الله المباشرة للإنسان اللي هو أدم وحاوى مع بعض فلكن في المجتمعات الإسلامية بنجد شعار إن الإسلام كرم المرأة دايما ويقولك أصلها مالكة في بيتها وإحنا بنكرمها وإحنا بنصنها وإحنا بنغطيها وإحنا مش عارف كل ده لكن دائما ما يديناش لا دليل ولا برهانة على هذا التكريم ولا الإمارة ولا يعني إنها ملكة ولكن نجد إنه في الداخل دائما التعنيف والإجحاف حقها سؤالي ليكم مين اللي قال كده محمد؟ أبدا، فيش أي حاجة بتقول كده فيه إيه تاني بيقول كده؟ فيه آيات قرآنية بتقول كده؟ بالعكس كل الآيات القرآنية بتوري بالدليل والبرهان إنه فيه إجحاف حق المرأة يقولك أصل إحنا عملنا ده القرآن فيه صورة بحلها اسمها صورة النساء وبعدين يروح قال إيه؟ والطلاق فإحنا نقوله والبقرة والعنكبوت وكل ده لا ما تفرقش في حاجة صورة النساء خلينا يعني يمكن من أكتر الصور اللي تؤثر سلبياً على حياة المرأة لأن فيها آيات الضرب والاغتصاب وانتهاك لحقوقها أمور كثيرة لا تستقيم فإحنا بنقول حاجة لكن التنفيذ والواقع في حياة المرأة المسلمة حاجة تانية بعد ظهور هاشتاج الشريط الأبيض أنا بتابع متابعة جيدة اللي بيحصل دلوقتي على تويتر والستات السعوديات المناضلات اللي طلعوا قصص الكثيرين واللي بيتكلموا على حقيقة الحال اللي تصليح على الوش لكن من تحت المرأة هي من تعنف ومن تنتهج وأصواتهم بتطلع دلوقتي والعالم بيشوف خلينا اديكم مثل علشان نحط بس نربط الحالة كان يعني قصدي أن أنا أتكلم كمان عن القصة دي وهي قصة بنت صغيرة في السنوية العامة قصة بشرة بنت صغيرة راحت تمتحن امتحان مع صديقة ليها وكان السواء اللي بيسوق خالي البنت القصة بتقول اللي موجودة على تويتر بشكل كبير وموجودة في كثير من المقالات اللي بتطالب بالانتقام للبنت دي أنه الصديقة بشكل ما خدعت البنت وقالت لها تعالي نروح نفتر ناكل أي حاجة وأخدتها لما يقوله يعني أنه قلت لها تعالي هنروح عند بيت خالي ولا بيت أمي ولا وتفر نفتر بين الامتحانين وأخدت البنت ودخلتها وثبتها مع أربع رجال منهم خال البنت واغتصبوها عذبوها وفي الآخر لما خلصت منهم حرقوها عشان يخفوا معالم الجريمة لحد دلوقتي القصة بقالها هو دخل على أسبوعين لحد دلوقتي ولا حد تقبض عليه البنت معروفة والخال معروف لكن ما حدش تقبض عليه بصوا كده على التويتر دي بعد ما تقتلت كتير من الناس لموا البنت طب هي رحت ليه ما هو إصلا لو البنت مكرمة والمرأة مكرمة في المجتمع الإسلامي ما حدش يلومها لكن يبقى قلبك على حقها وبعدين بصوا بقى منطق حصار المرأة في إنها جسد وإنها سمعة وإنها عرق أهلها وإنها شرف أهلها واحد يقول لك إيه اسطروا البنت بتتكلموا يعني عملت إيه هي ما عملتش حاجة في قتلها اسطروها ما حدش يتكلم عنها وما حدش ينشر حاجة إزاي تقولوا كده بدل ما نقول والردود بقى الناس شوفوا التويتر اللي بعد كده بدل ما نقول جيبوا حقها ليه ليه البنت اللي معروفة وخالها اللي معروف والشقة اللي معروفة وصاحب الشقة اللي معروف ما حدش منهم اتقبض عليه فين القتلة فين القتلة الجرائم دي بتتكرر في إسراء غريب وجرائم الشرف اللي بنشوفها كل يوم اسم جديد كل يوم بنت جديدة تولام فيها البنت قيمة المرأة المكرمة في الإسلام والوصاية يعني اللي بتوضع على حياة المرأة و كل ما يخصها توضع عليها كالناقص الأهلية الوصاية الأشكال وألوان من يعني من مصر للسعودية السعودية وصاية قانونية و ليهم الأب ليه حق يعمل كل حاجة فمصر مفيش وصاية قانونية مثل لحد سنة 21 لكن الشرح يقول لك جوزي لازم أقول له ما أخرجش من غير ما أعمل يقول لي قاعد أكل أشرب أعمل ما تروحيش لأهلك العرفة بيقول كده بس العرفة مخوض من الشرح القانون هو اللي أعطى الحرية والكرامة مش الإسلام ولا القانون الإسلامي هتشوفوا النفتونس مثلا بعد كل نضال المرأة التونسية وإنجازاتها بيجي الإسلام ممثل في الرئيس الجديد ويقول لهم عودة إلى الوراء السيارة ترجع إلى الوراء يعني السيارة ترجع إلى الخلف القصة النهاردة في يعني تعليق كده على قرار جديد أخدته الجامعة على البنات اللي عايشين في دور المبيت اللي هي الخاصة بالجامعة عملوا قرار إنه ما فيش بنت تقف مع أي راجل قدام دور المبيت وقدام الجامعة لأنه حتى ولو كان من يعني أقرب درجات القرابة لها حتى لو جوزها حتى ولو أبوها هتفصل هتخذ قدامها إجراءات أمامها يعني ضدها إجراءات ليه؟ لأنه ما فيش ثقة في البنت لأنه القانون اللي بيقاد بالشرع الإسلامي يحدد كل شيء في حياتك يخنؤك بس فحلقات برنامج المرأة المسلمة كلها دي تعتبروها كده زي دوسي أو فايل كبير المواضيع الخاصة بالإجحاف حق المرأة اللي هو معطى من الله مش من حد تاني في العائلات المسيحية اللي ما بتتأثرش بالفكر الإسلامي واللي الله الحقيقي هو يعني مشتهى قلبهم عائلات بنشوفها بتفهم إنه المرأة دي عطية من الله وبيكرموا المرأة وبيتعاملوا معها بتساوي والزوج والزوجة بيعيشوا مع بعض بما يردي قلب الله بنشوف البيت المسيحي اللي بيعتمد على قانون الكتاب المقدس مختلف تماماً لكن فيه اتهامات بتوجه للكتاب المقدس من المسلمين ففيما يخص مكانة المرأة و إزاي ربنا بيصورها لنا في الكتاب المقدس والنهاردة حينضم لي دي في القص سامي إسكندر لمناقشة الموضوع ده القص سامي إسكندر هو راعي في الكنيسة المشيخية بمصر من حوالي 20 سنة والرب دعاء أنه يتفرغ للعمل المرسلي لخدمة كنيسة العابرين في مصر وفي العالم العربي ليه مؤلفات عديدة تقريباً يمكن أكتر من 11 كتاب منها سلسلة هل يعقل سلسلة هل يعقل دي في منها هل يعقل أن الله يتجسد هل يعقل أن المسيح هو الله أو هل يعقل أن أجرة الخطية موت هل يعقل أنه الله تلاتة ويعني أنا مش هقول بقى كل الكتب والحاجات اللي ربنا إدهالك علشان تبارك بيها إخواتنا العابرين والمجتمع المسيحي لكن أنا برحب بيك النهار ده في برنامج المرأة المسلمة وبشكرك على قلبك ويعني اتجاه قلبك من ناحية إخواتنا العابرين والبشارة بإنجيل المسيح في وسطهم أهلاً بيك حضرت الأسيس أهلاً بيك يا أخت أماني وأنا عايز بس أقول لك أنا ما اخترتش الخدمة دي لكن كان شرف لي إن الله اختار الخدمة دي أمين وده كان من تكريم الله لي ويسيره معي حتى من قبل ما ادخل اللهوت يعني حياتي من قبل دخول دخول اللهوت كان فيها أجزاء زي كده بطول إن الله عايزني في هذا الاتجاه فأشكر ربنا إنه صار معي في الطريق ده عشان يشرفني بخدمة العبري النقطة الثانية فكرة المقارنة ما بين المسيحين وغيرهم كافة الأمم الآخرين اللي بيفرق شعب الله في العهد القديم حتى في نموس موسى والأنبياء أنا دايماً بقول على العهد القديم في كتابنا لأنه قدس نموس موسى والأنبياء والعهد الجديد بور عنه الإنجيل لأنه دي البشارة اللي الله عايز يفرح فيها قلوبنا وفيها المسيح الجي يوضح لنا الغموض اللي موجود في العهد القديم والأسئلة بتاعت الناس اللي بتسألها عن العهد القديم عشان كده الكتاب المقدس بتاعنا اسمه الحقيقي إعلان الله المكتوب ليه إعلان الله؟ لأن الله بيعلن اللي في قلبه للبشر عايز يقول للبشر أنا يعني عايز منك إيه؟ عشان كده مهم جداً وإحنا بنقرب من الكتاب المقدس ما حطش اللغة العربية أساس للتفسير الكتاب المقدس اللغة العربية ترجمة نعم يعني ما نقول من اللغات الأصلية عشان كده بعض المفسرين لما بيرجعوا للقواميس العربية بيبقى فيها جزء من النقص للقاميس العربي مبني عن اللغة العربية فقط نعم اللغات الكتاب المقدس العبري والأرامي واليوناني لغات قديمة وليها جزورها الكثيرة جداً جداً نعم وده اللي يخلينا في أي مشكلة أنا دايماً أحب أرجع للأصل العبري والأرامي واليوناني عشان ده بيساعدني على فهم الله لم أعلن لي كان ماذا يريد أن يقول طيب دي نقطة مهمة جداً وفعلاً بيجينا أسئلة كتيرة يعني ومنها سؤال يخص هذا الموضوع في مثلاً استخدام المسيح لكلمة ما لي ولاك يا امرأة للسيدة العذراء لكن الترجمة الأصلية مش مالي ولاك يا امرأة هي يمكن يا امرأة زي عزيزتي يعني ما هيش كلمة كلمة إهانة فده مثل لللي حضرتك بتقوله لا ده هقولك ما هو أروع كلمة امرأة جاي من كلمة أنسة أنسة في العبري تعني أميرة تعني ملكة كلمة أنسة ودي اللي هتيجي في تفسيرنا من يتكلم عن كلمة إنسان وآدم أغلب المسميات دي عبارة عن مسميات لكيان مش لإسم زي بظبط كلمة آدم هتلاقيها هو الناس فهمينه ده اسم الآدم لا ده مش اسم ده بيعبر عن كيان الإنسانية كلها الإنسان عشكده الكلمة العبرية في آدم هتلاقيها بتترجم مرة أدوم مرة تترجم إنسان نفس الكلمة بدون تغيير مرة آدم ومرة إنسان حسب الموقع في الكتاب حسب الموقع وحسب المترجم ما استراح أن يحطها يعني المترجم اللي بيقول للغة العربية استراح أن يحطها هنا آدم استراح أن يحطها إنسان وآيات كثيرة يعني هي ذكرت في العادة القديمة أكثر من 541 مرة بعض المرات آدم بعض المرات إنسان نعم كمان الكلام ده ممكن اللي عايز يرجع لأنه في بعض النص تقولي الكلام ده جايبهم فين فيه ديكشيناري اللي هو سترونج هيبرو أند كريك ديكشيناري ده القموص الأساسي لكتر مقدس أنا يمكن في صعوبة إنه المشاهدين يجدوا الحاجات دي فأنا هعمل لكم رابط على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك تقدروا تدخلوا وحطي لكم رابط على القموص ده للمواقع اللي بيتكلم عليها الأسيس سامي النهار ده تفضل حضرت الأسيس كامي فتحت رقم مية وتسعة عشر ومية وعشرين ومية وعشرين هيجد أنها دي كلمة الإنسان اللي فيها الله عايز بقى يقول اللي فكره من جهة الإنسان اللي فكره من جهة الإنسان فمثلا في سفر التكوين في الأصحاح الأولاني بيت الخليقة خالص الأصحاح الأول بيعلن مبادئ الله اللي موجودة في قلب فبيقول في عدد ستة وعشرين فقال الله نعم الإنسان على سورتنا وكشبهنا وناس كتيرة تصغرب الله روح هل لي سورة هل لي شبه آه الله لي سورة ولي شبه لأنه فكر التجسد الرب يسوع المسيح مش فكرة ورأة على الله لا دي الكتاب المقدس بعلمنا إنها منذ الأزل ليه منذ الأزل الفكرة نفسها إنه الإنسان مادة ومروح فالله عشان يقنع الإنسان اللي هو خليقة يده إنه موجود كان من البداية بيستخدم الأشياء المادية حتى في ظهور لما بيظهر في عمود نار أو عمود سحاب أو الشجرة دي أشياء مادية عشان يقول الإنسان أنا موجود الإنسان مش هيقدر كشيء مادي إنه يقتنع بالفكر ده تواصل الله معنا كان لازم يبقى له شكل شكل عشان نقدر نتواصل نعم نعم الإنسان دي اللي هي صورة المسيح الأولى صورة المسيح الأولى عمل عليها الإنسان وده اللي يورينا إن شخص المسيح ردنا على أسئلة البعض اللي يقول لك المسيح ما تجواص لي المسيح فيه الزكر وفيه الأنسة مش زي ما بعض الناس فهمين إنه هو يعني آه صورة هو دي على صورة آدم الرجل لا ينكر هذا لكن المسيح مش محتاج للزواج زي الإنسان لأن الإنسان كآدم وحوة الاتنين بيكملوا بعض فآدم محتاج الحوة وحوة محتاج الآدم عشان يبقوا كيان بدون كده الكيان بيبقى نقص بيبقى فيه احتياج هو لو لو رجعنا النقطة دي لشخص الله لما الله يقول أنا خلقت الإنسان على شبهي ومثالي ذكر وأنسة خلقهم وده بيقولنا الله إحنا فينا منه يبقى فيه من الذكر وفيه من الأنت لكن فيه ناس بتعترض على هذا التفكير لكن الكلام واضح في الكتاب المقدس أنه وضع فينا إحنا الاتنين إذا كان الراجل ولا الست جزء منه فيبقى بالتالي هو فيه جزء من الذكر ومن الأنت مظبوط؟ مظبوط أسوك عندنا كلمة ذكر وأنسة في اللغة العربية وصف للجسد وليس وصف للكيان مظبوط زي ما أنت قلت في المقدمة فإحنا الثقافة الشرقية عندنا عايزة شوية تعديل لما جاء يقول ذكر وأنسة هل أنا بتكلم عن شخصية ولا بتكلم عن جسد لكن عمد الثقافة الشرقية بتكلم عن الجسد ودي ودي نقطة مهمة أن احنا نحاول نرفع مستوى التفكير هنا الله عايزنا دايماً نفكر في الدرجة الأعلى المستوى الروحي الله يتعامل مع كيان الإنسان مع روح الإنسان كلنا يعني على بعض كده مش جزء خاص في الإنسان يعني مش حتة وحتة لا هو كلنا على بعض بالضبط ودي يمكن الآيات دي لما كنت بقولها عدد عبرين هقولك قصة على أسرة احنا في عندنا أسر كتير من العبرين بتحضر معايا درس كتاب ودرس الكتاب احنا بدرس الكتاب على مهلنا شوية مش بالسرعة بتاع بسحي فعشان كده الآيات دي لما نقرها لغاية أنا مصر نحن نقرها نعمل الإنسان على سورتنا وكشابهنا فيتسلطون على سمك التسلط يعني الملك يعني عطى الملك للإنسان على سمك البحر على طير السماء وعلى البهائم وعلى الأرض وعلى تميع الدبابات التي تدب على الأرض مزبوط ولما أكمل يقول فخلق الله الإنسان على سورتي على سورة الله خلقهما ذكرا وأنسا لو حبيت أترجم ذكرا وأنسا يعني ملك وملكة والملك والملكة بيكونوا المملكة ما فيش ما فيش مملكة فيها ملك وما فيش ملكة ما ما بتشوفيش على سطل الأرض إلا كل ملك بيطلع يظهر لازم يبقى مع ملكة وممتشوفيش كمان ملك معه أربع ملكات أو خمسة أو ستة أو ستة واحدة بس خلي بالك النساء الأخرى كل ملكة ممكن تبع عندها جواري عشر عشرين جارية أو 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 ماري بس كده يعني خلينا احنا في حتة تعريفة لأنه الله خلقهم في إدارة الأرض الله إداهم يعني دايما بشوف البداية في الكتاب المقدس كده زي فرح والأب بيعطي وبيغضق على أبنائه فإحنا وضحنا الحتة دي كويس أو يقولي زي العابرين بيتلقوا موضوع التساوي بينهم أمام الله بالشكل ده إحنا متفقين إنه للمرأة دور وللرجل دور وإنه المرأة هي الكتاب قال كده برضو إنه هي معين نظيره فلما يقول أنا أنا منديك معين نظيرك إحنا بنمسك المعين ونسيب النظير ف يعني نظيره دي بتجيب تساوي على طول حتة معين دي هنجيلها بعدين مش دلوقتي عشان دي للناس برضو فاهمها غلط لو تعرف إن المعين هو الأساس لو الشخص معندوش معين موضوع مش همش هي واضحة في التعبير في اللغة الأصلية أكتر برضو هي واضحة أكتر في اللغة الأصلية لكن أقول اللي العابرين بيتلقوا التغيير ده ازاي هقولك يعني كتحدة الأسر عدد كبير من الأسر لما بيجوا للإيمان بيغيروا أسميهم وفي أسر تيما تختار اسم مريم ويوسف عندي أكتر من خمسين أسرة مريم ويوسف حش كده ذكرت الأسماع العدد كبير وكمان الأسرة دي كانت من الصعيدي جواني يعني من المجد للرب المجد للرب وهم جايين للرب الرجل بعد درس الكتاب خدني على جنب كده يوسف يقول لي طب ده أنا يعني زمان قبل الإيمان كنت بنزل ضرب في مراطي وبهدلة واشتيمة لأنه اتعودنا أنه ده دير رجلية فقلتلي أنها فعلا دير رجلية لكن ليست هذه الإنسانية الإنسانية للفكرة الله أنك أنت ملك أمير وهي ملكة أميرة فشفت في حياتك ملك بيضرب ملكة ما أعتقدش لكن شفنا في العبيد في وسط الجواري والعبيد والخدم يضرب بعض وضع طبيعي في حياتهم لكن ملك والملكة فابتدى بعدها لما يصبح الصبحية ينادي مراته يا أميرة وهي تمرين عملي لا ده كان حقيقة الدرجة أنه لما كنا في مؤتمرات عمل عدوى للأسر الثانية اللي حواليهم من العابرين وابتدت تنتشر بصورة جميرة أنه هو يقول يا أميرة وهي تقول يا أمير الأمر ده دخل حياتهم أكتر من فكر طبعا الوقت ما سعفناش لكن هقول فكرة أنه الملك عمره ما يصدر أمر بدون ما يتشاور مع الملكة يعني يبقى فيه تشاور مش مش معناه بيصدر بيصدر حكم وهي تنفذ معا بتقول خواعد خواعد إسرائيل غضبت وبالصراخ وباخناء تحل الموضوع ده بس ده ما كانش حاجة يعني كل في الكتاب المقدس كله بنلاقي أنه رجال الله ونساء الله أيضا لما بيغلطوا كان الرب بيعقبهم على طول كلمنا مثلا عن داود النبي كلهم كده فحضرتك ذكرت أنها كانت متميزة في القيادة ربنا قال دي قائدة ولكن ده لم يعفيها من أنها تعاقب عندما تخذ دي حلوة الكتاب المقدس أنه بيورينا إزاي الله عادل وبيتعامل مع الكل بتساوي ونبيخبيش حاجة علينا في الكتاب كمان فضل أنا بس بضيف أنه أنه الله يتعامل معاها يتكلم معاها كان ممكن يقول لي موسى روح لا أنا عاقبها لكن لا ده الله شخصية وخدي مثل أوضح لجرية إبراهيم هاجر هاجر لما صر ضغط عليها وحصل خلاف بينهم هربت أول مرة ظهر لها الله بنفسه التكريم هنا في أنه الله ظهر لها بنفسه وكلمها وقال لها يهاجر ارجعي إذن التكريم هنا مش إن الله كلم الرجل ما بيكلمش المرأة لا في أكتر من امرأة في العهد القديم الله كلمها وتحدث معها وأرسلها بوضوح منهم دبور القاضية يعوزنا قضية ونبي أيضا قضية ونبي مريم كمان كانت قائدة ونبي مش مريم كانت مجرد قائدة مش قائدة ونبي بس ومرنمة شعب إسرائيل أول شخص في الخليقة قاد شعب الله في التدامي مريم أول مرنمة قبل داود وقبل كل المرنمين أساف وغيره كانت مريم أول مرنمة قاد شعب الله في التدامي اللي ذكرت في سفر الخروج أساح 15 طبعا دا إكرام ما أعتقدش حتى اليومين دول يعني ما تنسيش إنه في مصر حدث حدث لما البابا عمل احتفال وطلع أولاد وبنات وغيره بيرنم وغيره الكنيسة صارت عليه بعض الناس المنتقدين انتقدوا ليه لأنه المجتمع خلينا أقول بقى المجتمع بيرفض ده المجتمع نفسه فيه فرق بقى بين الكتاب والمجتمع المجتمع بيرفض ده عشان كده كانت فيه إلى حد ما حديث وأقوله كثيرة جدا وخلني أعلق على الحتة دي لأن ده توضيح للي أحيانا بنشوفه من المسيحيين اللي لا يمثل الكتاب لازم دايما بنقول أنه أحيانا المسيحيين لا يمثلوا الكتاب المقدس ولا يمثلوا قلب الله لأنه ما فيش فهمة حقيقي للكتاب ولقلب الله لما يكون البابا بنفسه يطلع يعني البنات والشباب والمجتمع يقول لأ عشان بس يعني أصل العرف في أصل إحنا ما تعودناش أصل لا يعني هنا يبقى العرف بيضغط على المجتمع المسيحي أنه يعيش بطريقة غير كتابية صحيح اللي تعمل كتابي لكن العرف غير كتابي ولا ينبغي أن احنا نخض عليه وده اللي خليني أقولك لما أرجع لفكرة سورة الله ممكن الشخص يبقى شاهد مرته مش ملكة أو أميرة المشكلة هنا مش أن هي مش ملكة أو أميرة المشكلة في ذهنه هو في ذكره في عنيه لأنه في مبدأ كتابي يمكن ناس كتير تتذكروا دلوقتي ذكروا الإنجيل في العهد الجديد في تيتوس 1-15 بيقولك كل شيء طاهر للطهرين وأما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بقد تنجس ذهنهم وأيضا وضميرهم نخلي بالن أن النجس هنا لا تعني القذار اللغة العربية كلمة نجس يعني قذر كلمة نجس في العبري معناها ميت كلمة نجس ميت عكس كلمة مقدس يعني حي حي يعني ليه تصال بالله وميت يعني منفصل عن الله طيب اللي زهنه تنجس ده لما تيجي تقول ليه طبعا عايزين نخسل النجاسة دي تفتكري حتى لو بيخسل خمس مرات أو عشر مرات في اليوم بالمية هل تخسل زهنه هل المية تقدر تخسل الزهن وضمير طبعا لا أمر صعب عشكده اللي بيرى مراته النهاء على صورة حيوان أو ويسميها بالاسم ده أنا في رأيي الشخصي هقولك تعبير يمكن تستغربيله الإنسان اللي بيعود قدام الله صورة الله تنعاكس عليه فموسى نفسه موسى نفسه فكرة لما قعد على الجبل قدام الله نزل الشعب وهرون وكل قيدات شافت والجلد واتش وبيلمع ليه صورة الله نحاكست عليه إذن لما تجي تقولي لي أنت بتصلي خمس مرات وبتغسلي وتتوضي وبعدين ترجع تقول لي مرتك حيوان ولا مش حيوان أنت بتصف نفسك نعم مش بتصف نفسك أنا عايز أقول لك وتشبيه يعني هم بيشبه كالكلب والحمار ولكن أنا فهم أنت أصدك لكن لكن الإنسان اللي بيقعد أمام الله دي بقى لازم يتحطلها حدود لأنه إحنا مش بنتكلم عن إله الإسلام يعني ما هواش الله الحقيقي اللي الإنسان لازم يقعد قدامه لكن نروح للنقطة دي بقى تنطبق علينا إحنا كمؤمنين النهاردة ورؤية المؤمنين لزوجاتهم وبناتهم والموضوع النهاردة مش عن علاقة الزواج لكن الموضوع هي منظور الكتاب المقدس للمرأة الإنسان المقدس اللي بيقعد أمام الله فعلا بيستطيع أنه يتعامل مع المرأة كشريك كأخت مساوية لي كامرأة يحترمها لأنها ابنة الله أو قائدة معه أو خادمة معه أو زوجة أو ابنة يعني هيحترمها من خلال معرفته بالكتاب والله وده لي وريكي أنه كلمة آدم تعني الكيان الأسري نعم مش شخص مش الزكر والأنسة آدم تعني الأنسة والذكر مع بعض وده لي في الخلي الرسول بروس في العادة الجديد في رسالة كورونسوس الأولى صح 7 14 كان بيعلم اللي جايين من الوسن اللي جايين من العبادة الوسنية لأنه كان بيحدث بينهم الرجل يكون آمن ومراته ما آمنتش سيقول لا أنت مش مؤمنة فجيه الرسول قالهم لا الكلام ده مش مظهور في مبدأ كتابي الرجل 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 الغير مؤمن مقدس في المرأة والمرأة الغير مؤمنة مقدسة في الرجل نعم كلام ده اللي عبرين بأن اسمع آه يعني إيه الكلام ده يقول لهم وإلا أو فأولادكم نجسون يعني أولادكم ميتين الأولاد اللي معكم دول ما يبقى لهم مش علاقة بالله أما الآن فهم مقدسون يعني شخص واحد يقدس الأسرة يخلي الأسرة في حالة ارتباط بالله لأمر مهم وخطي العبرين لما تعلموه هنا ابتدوا يتعرفوا أن القداسة مش فردية قداسة جماعية فالشخص الحي طبيعي بيبس الحياة لأسرته نعم الزكاة الخميرة يعني نحن دايما واخدين على الخميرة بس هي لازم تاخد اختيار شخصي بعد كده لكن هو الفكرة إنه لما بيكون هو عايش حياة مقدسة أمام الله دي فرصة لها إنها تعرف المسيح لكن هي بعد كده الخطوة اللي جاية إنها تستطيع إنها تختار إحنا عندنا عابرين لحد النهار ده مثلا خدام ومخلصين للرب في كل شيء وعايشين مع الرب في كل شيء وزوجاتهم قابلين باللي هم بيعملوا لكن مش عايزين يتغيروا ويمكن يكونوا تركوا الإسلام بالكامل لكن مش عايزين يقبلوا المسيح مثلا أو يعيشوا الحياة دي ومع ذلك الزوج لسه عايش معها ولسه بيكرمها وبيتعامل معها كما يريد الرب فعلا في الكتاب يعني إحنا قدامنا تقريبا عشر دقائق على نهاية الحلقة فأنا عايزة حضرتك لما المسلم يسألك الكتاب المقدس المرأة المسيحية بتقعد مزلولة مع راجل طول عمرها ومش عارفة تطلقه فده من صور عدم إكرام المرأة عايزة تديني واحد اثنين ثلاثة كده إزاي انت بتشوف الكتاب المقدس كرم المرأة احنا قلنا نقطة إجمال الله للإنسان في آدم وحوة والنقطة دي واضحة إيه تاني خليني أقولك على اللي انت قلتيه قبل كده عايزة تديني القصة كانت عندنا على حكاية إزلال المرأة وأحد العابرين برضو كان مراته مش مؤمنة مش مراته بس يعني حتى الأولاد كانوا رفضين اي كانت النقطة الأساسية عنده انه هو بيصلي أشكرك يا رب ان أنا يعني بيئت ليك قلت له بس الصلاة دي نقص قال لي ليه قلت له أولادك ومراتك بتصلي لهم قال لي يعني أصلي لهم إزاي وهم ما يعرفوش رب وفاهم أنه يعني قلت له تعال نحطهم في الصلاة مع بعض وفعلا أعدنا ما يقرب من سنتين نصلي مراته نفسها جد بعد فترة بتقوله طب انت أبني إزاي فقال لها أنا من حقي كشخص مش مسيحي أطلقك ورميك كلها اللي هتأخذي هدك ما يقرر القانون ليك وانت عارف ان احنا مش شغالين فانت مش تأخذي حاجة انت ولا تترمه لكن كشخص مسيحي الله قال لي لازم اعتني بيكم لازم اعتم بيكم حتى لو مليش دخل أنا مسؤول عنكم النقطة دي خلتها تفكر وتبتدي بقى تسأل وجيني تسألني وتعرف ان الكرامة بتاعتها مش انها تكون كشخصة لوحدها أنسة أو رجل لكن الكرامة تكون في كيان ابتدت تفهم انه الاله ده بيتعامل مع الكيان كله مش مع الرجل بس ومع الست هو حب الله ليها بيوضح من حب زوجها لكن كمان الله يعتني بيها هي شخصيا ابتدى بقى يتعامل معها الله وابتدت تعرف الله ولما رجعت كانت هي السبب انها تجيب الاولاد كان معها ست ست اولاد الست كلهم رجعوا معادة اخر واحدة لسه في سكتها وفي نفس الوقت بنعلمهم مفيش ضغط على الاولاد اللي يقبل يقبل واللي ما يقبلش يظل زي ما هو لغاية لما يقبل لانه فكرة القبول اللي انت قلت حرية الارادة انها تيجي للاله باراداتها مش غزب عنها مش لانها وضعت في الموضع فأديلهم دلوقتي ما يقرب من ثمان سنين وهم مستمرين والبنت بيرعوها الكل بيحبها بس لسه ما خدتش القرار خلينا خلينا نصل لها دلوقتي يا رب احنا بنرفع الاسرة دي امامك نشكرك رب لانك لمست قلب كل واحد وواحدة فيهم يا رب احنا بنرفع الابنة المحتاجة محبتك ورحمتك اظهر عطفك ومحبتك وحنانك لها رب وبارك الاسرة دي لاجل مجد اسمك انت وحدك رب احنا بنقول ليس لنا ولكن لاسمك تعطي مجدا في اسم يسوح اشكرك على مشاركة القصة الحلوة دي حضرة الاسيس ممكن يعني انت وضحت لنا حاجات حلوة كتير من الكتاب المقدس في العهد القديم خلينا نتنقل لصورة او صورتين من تعامل المسيح في العهد الجديد مع المرأة خليك اقولك في العهد الجديد مش صورة حياة المسيح طوال خدمته الثلاث سنين اللي خدم فيها على الارض نص اللي كانوا مرافقين المسيح في ارسليته النساء يعني ما تقري انه مريم مجدلية ويونة كل النساء اللي كانوا رفقوا المسيح في خدمته ما وعزوش ما ما تكلموش لم يصوروا لكن كانوا بيخدموا المسيح وما اعتبرين انه ده كان اكرام شديد جدا اكرام خلى المسيح انه السيدات دول هم اللي رفقوه في الحياة رفقوها للصليب الرجال التلاميذ صاروا معاه ويمكن دخلوا في مواقف جميلة زي جبل التجلي وغير وغير اللي انه ووقت الصليب هربوا لم يبقى معه تحت الصليب الا يحن الحبيب اللي كان لي علاقة برئيس كان لكن النساء اللي كانوا معايا صاروا وعلى فكرة ده كان تحدي للمجتمع اليهودي والروماني في ذلك روح كان بيمنع ده ده مش أمر يعني مثلا نقول انه كان شاء لها كان ضد عادات وتقليد وتقليد المجتمع اليهودي او الروماني انه النساء يصرنا مع معلم بل الفكر اليهودي كان بيعتبر المعلم اللي معه زوجته ده امر بيبقى مش مطلوط عشان كده المسيح لما صار بهم في كل خدماته في كل رحلاته وهو سائر وهم بيهدموه ده اعظم تكريم هقولك على تكريم تاني لم يوقع لما بنقول كمان النساء دول كانوا بيخدموه بس خليني اقول حاجة انه التلاميذ كمان كانوا بيخدموه المسيح ستات ورجالة لكن الكتاب تكلم عن انه ان النساء دول كمان كانوا بيخدموه من يعني من مدياتهم كمان فالخدمة كانت للرجالة وللستات مش بس الستات النقطة التانية حضرت الاسيس قدامنا تقريبا دقيتين تفضل اول كارزة بالانجيل كاتي ماريا من مجدلية الهزهبي وخبري اخوتي في واحدة سبقتها شوي السامري السامري برضو سبقتها لكن دي بعد القيامة واحدة قبل تفضل يعني اقصت الانجيل بشارة قيامة المسيح اللي هيقوم عنه كل الشري طبعا لك السامري بلا شك في واحدة تانية كمان اعلن شخص المسيح انه لم يجد في اسرائيل ايمانا بمثل هذا هي المرأة الفين القية الفضل المسيح هو كان بيتكلم وناس كتير بياخدوا قول المسيح هنا انه ده فكر المسيح والمسيح كان بيقوله التلاميذ لا يأخذ خبز البنون ويعطى للكلاب طبعا كانوا فهمين لا ده مش فكر المسيح لانه ده فكر المسيح ما كانش خلى النساء تمشي معاه ولا اي حاجة تانية لكن ده المسيح بيناقش فكر من التلاميذ اللي معاه فبيقولهم لم أدد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدر هذا قالوا على المرأة الفينقية وقالوا على واحد تاني امم اللي هو قائد المائة اتنين شخصيتين ليسوا من شعب الله المسيح بيعليهم الاعلى درجة ومقام يعني انا مش هادر اعرف هل في كرامة اعلى من ذلك وفي كل حضرتك ذكرت نقطة احنا عملنا عليها حلقة قبل كده خاصة انه لقينا انه في كل مرة المسيح ده مثل يذكر فيه رجل كان فيه مثل يذكر فيه مرأة في كل معجزة تلاقي انه فيه تساوي في الاتنين الله يعني ما قصده في ازهار الحق واستعادة المسلوب من المرأة على طول العصور اذا كان حتى يعني شعب اسرائيل نفسه عامل المرأة بطريقة فيها اجحاف وضد قلب الله لكن كان الله دايما يقف معها ويعددها لو قلتلي كلمة في دقيقة اخيرة لانه حاولك على تعليق بتاع السيدة العزراء يا امرأة شخص المسيح بيقولها يا اميرة ترجمتها يا اميرة يا امرأة ده مش تقليل وكلمة امرأة عندنا في اللغة العربية وفي الصعيدي اسيق فهمها لانها بتنطق وبتفهم بطريقة في اللغة العربية عكس المعنى لكن في العبري واليوناني يا اميرة وكأنه وعشان كده تناقش معها الاميرة بتتناقش مع الرئيس بتاعها فبتقوله فسمع في المناقشة والحوار واوجد لهم خمر بتنسيش انها كانت طلبة شيء للأسرة ورغم انه مش وقته لكنه سمع للاميرة والاميرة حتى امرت العبيد انه يبقوا موجودين تحت امر سيد المسيح فده ده جمال اللغة لما فهمها وافهم انه بيقول السيدة العزراء هي اميرة المشكلة رأي سيدة ما قلتلك مشكلة اللغة احنا بنقرأ الكتاب مقدس عربي وبنفهمه العربي فبيضيع الدنيا ومفهوم ايضا لانه يدبع اللغة في اللغة العربيات باعها المفهوم اللي رسموا الاسلام للمرأة في اذهان الناس فبقى الفكر يعني ثابت على انه المرأة اقل او انه المرأة سبب مشكلة او انه المرأة ناقصة وكل ده لكن ده مش قلب الله ومجرد قراءة الكتاب المقدس تملى قلبك وتردلك المسلوب كله اللي سرق الشيطان انا بشكرك حضرة الاسيس وخليني يصلي من اجلك قبل منسيبك بشكرك على مشاركتك بشكرك كمان على قلبك الاخواتنا العابرين والرب يبارك خدمتك رب احنا بنشكرك من اجل استيس سامي بنشكرك من اجل ايمان قلبه بانك ترد المسلوب في مصر وفي الدول العربية من اخواتنا وبشكرك لانه انت رب تستخدمه بقوة بارك خدمته حطه تحت حمايتك في اسم يسوع المسيح نصلي امين ربنا يباركك واشكرك على اللقاء ده شكرا يباركك ربنا معك طيب احبائي في كل حلقة من حلقات برنامج المرأة المسلمة هتلاقي كده انه انت في النهاية في الخلاصة هتعرفي هدفنا انك تعرفي مكانتك في قلب الله حتى وإحنا بنقدم مشكلة مثلا في التعليم الاسلامي الهدف مش ان انا قدين التعليم الاسلامي لكن الهدف انك تعرفي الفرق بين اللي خلقك واحبك واعطاك كل الامكانيات لحياة مساوية لشريكك اذا كان للرجل في حياتك واللي حدد حياتك ومكانك وامكانياتك علشان تكوني مكرسة لاستخدام الراجل في العهد القديم في صورة عجيبة شوية كده صممها ربنا وأنا يعني وقفة عندها شوية وأحيانا كتير يعني ما بنبقاش فاهمين كل المعاني وراء اللي الكتاب المقدس بيقوله بس خليني أشرح لكم حكاية بسيطة انتو عارفين شعب اسرائيل دخل مصر بكل أملاكه ولما كان يوسف في مصر جاب قيلته كلها فدخل شعب اسرائيل وشعب اسرائيل عاش في مصر لكن لما فرعون مات وجي الفرعون ده وفي عصر موسى كان بقى شعب اسرائيل سلب منه كل شيء وأصبحوا عبيد فلما موسى كان بيخرج شعب اسرائيل من مصر الرب قال له الرب قال له قول للستات انهم ما يسألوا جيرانهم انهم يدوهم الدهب والفضة والمتاع علشان انا مش هخرجكم ايديكم فضية كل ما سلب منكم سيعود دي الفكرة موقف عجيب الستات دول هما مش بس اللي سلب منهم الحرية واستعبدوا في مصر لكن هما اللي فرعون امرهم يرموا باديهم اولادهم في النهر فاعطاهم الرب ان هما يطلبوا فيستجيب شعب مصر كله لطلبهم ويكونوا بركة سبب بركة لشعب اسرائيل النهاردة الرب عايز يردلك كل مسلوب على طول الخط في العهد القديم الله بيظهر قلبه من خلال نساء رائعات استخدامهم الرب وفي العهد الجديد وفي العهد الجديد بنشوف كمان امثلة تانية اقوى واوضح في تعاملات الله المباشرة مع المرأة زي الناس اللي اتكلموا عنهم حضرة القسيس زي المرأة الممسوكة في الزنا اللي ربنا خلاها تبقى بركة لكثيرين وقصتها تذكر لغفرانا الرب ومحبته وتعويضاته المسيح كان بيكلم الستان بلا تلميذ عن الراجل ابدا كانوا تلميذاته مرسلاته والمبشرات بالخبر الصار عندما تكلم المسيح عن مثل الزارع كان بيتكلم عن قلب الانسان وثمار عمل الله في قلب الانسان وفي انجيل مرأة في الاسحاح الرابع بيقول كده انه هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او السرير وده مش معقول السراج ده معمول عشان يوضع على منارة وانا بحضر لحلقة النهار ده الرب وراني سورة السراج ده ده المصباح اللي فيه النور اللي بيمثل نور المسيح اللي فينا انا وانتي السراج المليانين بنور المسيح ده نور الله المثل ده كان بالراجل والست واحد انتي مصباح في ايد الله مليء بنور الله عندما يرفع هذا المصباح الناس تشوف النور مش المصباح انتي اداه في يد الله ينعاكس عليك نور المسيح زيك زي اخوك زي جوزك زي رجل الله اللي في حياتك فعيشوا هذه القداسة وعرفي ان الله خلقك لانك تكون شبه ومثاله وايضا ليرى الناس نوره من خلالك الرب بارككم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا